قالوا بقى نتكلم عن ترند الأهلي وأبرز الأخبار اللي في الترند والأمور اللي تم التطرق لها بخصوص الأهلي على السوشيال ميديا ونفتدي باليوم السابع واللي بيتكلمه عن إن كولر يعد بضلاء الأهلي بالحصول على فرصة المشاركة فيه من مرات الدور قالوا مزبالي الخبر ده مش منطقي ومعتقدش خلص إن كولر عمل يعني ماعتقدش إن كولر وعد حد لأن كولر مدرب كبير ومفيش مدرب يا جماعة بيوعد لعيد أنت وعدك بإن أنت لو تقلقت لو تقلقت هتلعب ويدو كولر لعب مطشين والأهلي لعب مطشين يعني لسه بدري على الموسم موسم تول جدا هو خبر مقرر من كل سنة مش قصدي على يعني اليوم السابع كل احترام والتقدير طبعا وفي الزمالي الصحفين العصدي بشكل عام في الإعلام المصري كل سنة نقول كولر أو موسماني أو فيلر أو فلان أو علان بيوعد اللعبين مفيش حاجة ما بيوعد اللعبين اللعب اللي حيكتهد ويتعب ويقنع المدرب حيلعب أكيد حيلق نفسه في التشكيل وبالمناسبة لكل حيلعب لأن الموسم طويل ومطشات كتير جدا ومطلات مختلفة قوي والأهلي بينفس على كل الألقاب فأكيد كل العناصر الموجودة في القائمة القوية للنادي الأهلي إن شاء الله هتشارك ويكون لها دور لكن أكيد مفيش مدرب بيوعد اللعبين يعني تعالوا نروح لسبورت 360 على تويتر وبيتكلموا على إن كولر يفكر في إدخال برونو سافيو لمركز الجناح بدلا من مركز صنع اللعب دوارد جدا بالمناسبة برونو سافيو من اللعبين اللي بيجيدوا إن هم يلعبوا في أي مكان في الخطوط الأمامية إحنا عارفين الأهلي دلوقتي مع كولر بيلعب طريقة إيه أربعة اتنين تلاتة واحد في التلاتة اللي هم تحت المهاجم سواء كلاعب مركز عشرة كنعب وينج رايت وينج ليفت بيجيد جدا برونو سافيو كمهاجم كمان بيجيد برونو سافيو وعنده ضربات الرأس مميزة فممكن الرجل يحرك برونو سافيو من مكانه وانت عندك أفشة موجود برضو المكان الأساسي بتاعه مركز عشرة فبرونو سافيو أكتر كمان بينفع راحية الوينج رايت فحنشوف ده قرار خاص بكولر لكما يكون عندك لعب يقدر يجيد في كذا مركز فبالتالي بيديك أريحية كبيرة جدا كمدير فني وبدايات سافيو مبشرة جدا مع النادي الأهلي نتمنى له التوفيق المسندة المسندة لللاعب ده مهم جدا لإنتوا عارفين دايماً هتلاقوا الناس بتحاول تعمل إيه تشك في قدرات أي لعب جديد بيجي في النادي الأهلي تلاقي ناس تقول لك أصل برونو ده ما قدمش حاجة ده ما عملش حاجة يا حبيبي ده لعب بالزبط ماكملش إيه 180 دقيقة ماكملش يعني في المطش الأولاني ماكملش المطش كله خارج في ديها حاجة أو سباين المطش التاني كذلك فلمساته إجابية جدا كويسة جدا لسه ما فيش تناغم لسه ما فيش انسجام فبرونو سافيو من العناصر اللي محتاجة حماية ومسندة دي جزئية لازم نركز عليها كلنا في الحقيقة يعني وإن شاء الله اللاعب حييجي منه بشكل كبير جدا طيب الواتران سبورت بتكلمه على ثلاث حلول من كولر لحل أزمة غياب معلول إحنا عارفين إن معلول رايح مع منتخب تونس نتمنى له يا رب كل التوفيق هو والمنتخب التونسي للشقيق فيه بطولة كاس العالم الشهر المقبل في قطر إن شاء الله تبقى بطولة نجحة فبالتالي الحلول موجودة وطبيعية جدا وعارفينها يعني بشكل كبير جدا عندك أيمن أشرف بيلعب كباكر ليفت عندك كمان رقفة خليل بيلعب في المكان ده ولعب في قناعات بي ده جدا بإمكانياته بالمناسبة عندك محمد أشرف اللي قده بشكل كويس جدا في الموسم الماضي في آخر المباريات بخلاف عندك كريمي دي بيس اللي موجود في فريق 2003 مع النادي الأهلي في قطاع الناشئين وفيه كريم فؤاد كمان بيلعب سواء كباك رايت أو باك ليفت فأنت نطمن إن شاء الله في المكان ده عندنا حلول في زل غياب معلول المؤكد أثناء بطولة كيس العالم مش عايز أقول في حالة استدعاء أو ما ينفعش ما يتمش استدعاء معلول يعني فده طبيعي طيب تعالوا نروح لخبر آخر وهو بيتعلق ببيرسي تاو بيرسي تاو من اليوم السابع حسابه على تويتر بيرسي تاو يظهر في مباريات الأهلي بشكل تدريجي بعد التعافي من الإصابة وده طبعا اللي حيحصل بشكل كبير جدا خلال فترة الجاية مش شرط يكون بداية من المباريات الإسماعيل مش شرط يعني حتى لو دخل القائمة برضو مش شرط يلعب لسه واحدة واحد يخش بيرسي تاو لكن فيه تمئنان كبير جدا بخصوص شفاءه التام من الإصابة بخصوص جهازيته التامة للمساركة في المباريات لأنه بيشارك خلاص بشكل كامل في التدريبات بداية من المباريات لكن عدد الدقيق اللي ياخدها في المباريات الرسمية ده بيبقى بالتنصيق مع الجهاز الفني والجهاز أو ما بين الجهاز الفني والجهاز التب للفريق الأول لقورة القدم بالنادي الأهلي لكن أكيد بيرسي تاو حيسافر مع الفرقة أبو ظبي ده أمر مؤكد إن شاء الله بإذن الله تعالى علشان يكون متاح للجهاز الفني في مباريات الزمالك الهمة للغاية والصعبة بكل تأكيد طيب يلا قرح سوا على تويتر وبتكلمه برضو على بيرسي تاو قال لك إيه بقى كولر ينوي استبعاد بيرسي تاو عن مواجهة الإسماعيلي حتى يكون جهزا بشكل بدني وفني مناسب لطبيعة المطلوب منه داخل المستطيل الأخضر ده بقى اللي حدده الجهاز الفني هنشوف اللي ممكن يحصل خلال الكام يوم اللي جايين بقرة القائمة حيتامل إعلانة عنها بتاعة مواجهة الإسماعيلي وهنشوف لو بيرسي تاو موجود فهو خلاص بقى جاهز بنسبة 100% اللعب إن شاء الله يكون إضافة مهمة جدا ومؤكدة للنادي الأهلي بصراحة لعيب الموسم الأول بالنسبة له مع الفريق ما كانش أحسن حاجة لكن لعيب تقيل لعيب تقيل جدا وواصقين فيه ثقة كاملة لسه الحديث مستمر عن بيرسي تاو والحديث عنه بسبب أهميته وسبب الإضافة المتوقعة اللي ممكن يضافها للنادي الأهلي والوطن السبورت بيكلمه على إن الأهلي ينهي تأشيرة صفر بيرسي تاو إلى الإمارات لأخذ السبور أمام الزمالك وده اللي احنا اتكلمنا عنه يعني دي أهم التفاصيل في ترند النادي الأهلي أو ترند الأهلي على السوشيال ميديا